اشتركوا في القناة حقق بفضل من الله نتائج متقدمة لمشاركة المرأة البحرينية وقدرتها الواضحة على تعظيم مكتسبات الوطن ومنجزاته والتي نجدها قد تجاوزت في عطائها حدود وطنها لتصل أصداؤها المتميزة للمجتمع الدولي الذي بادر بدوره باعتماد تجاربنا الوطنية في هذا المجال واعتبرت صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس خلال الاجتماع الرابع للدورة السادسة للمجلس الذي أقيم مساء اليوم الاثنين أن المساندة الملكية سارعت من خطى المجلس لتواكب متطلبات التنمية واستوعبت طموح المرأة البحرينية كشريك متكافئ مع الرجل في بناء المجتمع بالنظر إلى ما تملكه البحرين من كفاءات نسائية متسلحة بالعلم والمعرفة وما تتحلى به من وعي وحس وطني عال كما قدمت سموها الشكر والتقدير للحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء حفظه الله ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء حفظه الله مشيدة في هذا الإطار بما صدر مؤخرا عن المجلس باتخاذ التدابير وتطبيق الموازنات التي تلبي احتياجات المرأة على المستوى الحكومي وتضمن المحافظة على تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل بشكل متساول إلى جانب الموافقة على نتائج التقرير الوطني للتوازن بين الجنسين 2017-2018 وتشكيل لجنة مشتركة بين المجلس الأعلى للمرأة ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة شؤون مجلس الوزراء لمتابعة تنفيذ توصيات التقرير المذكور بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة كما أعربت قارنة عاهل البلاد المفدى عن شكر وتقدير سموها لعضوات المجلس الأعلى للمرأة إزاء ما تم تقديمه خلال هذه الدورة من أفكار ومقترحات ومشاركات كانت جميعها موفقة وساهمت في تحقيق المزيد من المكتسبات لأعمال المجلس الأعلى للمرأة وللمرأة البحرينية بشكل عام واعتمد المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي حفظها الله خلال اجتماعه اليوم اعتمد موضوع يوم المرأة البحرينية للعام المقبل 2020 للاحتفاء بالمرأة البحرينية في مجال العمل الدبلوماسي كما أقر المجلس التسمية النهائية للنموذج الوطني في ضوء اكتمال كافة مفرداته ليكون نموذجا متكاملا لتحقيق التوازن بين الجنسين في التنمية إلى ذلك عرضت سعادة الأستاذ هالا الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة للفترة 2017-2019 كما استعرضت الأنصاري جانبا من الإجراءات التنفيذية التي اتخذها المجلس بشأن إصدار الخطة الاستراتيجية لتنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية 2019-2022 إلى جانب الجهود المستمرة التي يبذلها المجلس لمتابعة إدماج احتياجات المرأة البحرينية في جميع برامج التنمية الشاملة واستدامة الجهود الوطنية لتقدم المرأة التي ترتقي بالاستقرار الأسري وترفع من مساهمتها في الاقتصاد الوطني من خلال تضمين برامج الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية في برنامج الحكومة وعرضت الأمين العام عددا من المؤشرات ذات الصلاة بالتقدم المستمر الذي تحرزه المرأة البحرينية على المستوى الدولي وزيادة تنافسياتها في مختلف المجالات واستعرضت الأنصار أبرز أولويات عمل المجلس الأعلى للمرأة خلال مرحلة العمل القادمة والمتمثلة في رفع مستويات الخبرة الوطنية في شؤون وقضايا المرأة وتطوير التشريعات والقوانين ذات العلاقة بشأن الأسري والحقوقي وتطوير الأنظمة الداعمة لرفع مساهمات المرأة البحرينية في مجالات علوم المستقبل وبما يسهم في تعظيم مشاركة المرأة البحرينية في المسيرات التلموية الشاملة ترجمة نانسي قنقر